اشتركوا في القناة ضمائر المتكلم وضمائر المخاطب وضمائر الغائب سنعدد أولا ضمائر المتكلم والمخاطب والغائب ثم نشرح استخدام كل منهما لوحده المتكلم أنا ونحن أما المخاطب ضمائر المخاطب يا ثالث هي أنت وأنتي أنتما أنتن وأنتم إذن هذه هي ضمائر المخاطب أنت أنت أنتما أنتن وأنتم نأتي إلى ضمائر الغائب ضمائر الغائب هو هي هما هن وهم هذه هي ضمائر المنفصلة سنتعرف على استخدام كل واحدة منهم أنا يا ثالث من ضمائر المتكلم عندما أريد أن أتكلم عن نفسي أقول أنا أنا طالبة مشتهدة أنا طالبة متفوقة أنا أتكلم عن نفسي مفرد مؤنث وأيضا نستطيع المفرد المذكر أيضا أن يستخدم أنا بأن يقول أنا طالب مشتهد أنا طالب متفوق نأتي إلى الضمير نحن نحن ضمير متكلم لنتكلم به عن أنفسنا إذا كنا إثنان وأكثر فيمكن أن أقول نحن طالبتان مشتهدتان ويمكن نستخدم نحن أيضا بالجمع المؤنث بأن أقول نحن طالبات مشتهدات وأيضا هذا الضمير يستخدم للمثنى المذكر بأن أقول نحن طالبان مشتهدان ويستخدم للجمع المذكر مثال نحن طلاب مشتهدون إذن أنا ونحن هي ضمائر متكلم عندما أتكلم عن أنفسنا نستخدم إما أنا أو نحن الآن نتقل إلى ضمائر المخاطب يا ثالث نركز ضمائر المخاطب باللغة العربية هي كما أخذناها أنت وأنت وأنتما وأنتن وأنتم ما استخدم كل واحدة منهما ومتى نستخدم أنت أو أنت نأتي إلى أنت أنت تستخدم للمفرد المذكر بأن أقول أنت طالب مشتهد أنا أخاطب الطالب يا ثالث المفرد المذكر أقول له أنت أما الطالبة المجتهدة فأخاطبها قائلة أنت أنت إذن أنت تستخدم للمفرد المؤنس أنت أنتما تستخدم للمثنة المذكر والمؤنس فأقول أنتما طالباني مجتهدان وأقول أنتما طالبتاني مجتهدتان إذن أنتما تستخدم للمثنة المذكر والمؤنس نأتي إلى الضمير أنتنة أنتنة يا ثالث تستخدم للجمع المؤنس فعندما أخاطب مجموعة من المؤنس جمع ومؤنس أقول لهما أنتنة طالبات متفوقات أنتنة طالبات مشتهدات وهكذا أما الضمير أنتم يستخدم للجمع المذكر وذلك بأن أقول أنتم طلاب رائعون أنتم طلاب مشتهدون إذن أخاطب المذكر بأنتم الجمع المذكر بأنتم انتهينا من ضمائر المخاطب ننتقل إلى ضمائر الغائب ضمائر الغائب واستخدامهما يا ثالث استخدام كل واحدة منهما أريد أن أنوه أن ضمائر الغائب عندما أتحدث عن أحد أو مجموعة عن مفرد مثنة جمع غير موجود يعني من كثر الزجاج هو كثر الزجاج لا يكون موجود إذن فأستخدم هو هما هم ضمائر غائب لأني أتحدث عن شيء غير موجود بالمكان الذي أنا موجود فيه هو يستخدم للمفرد المذكر بعد أن أقول هو طالب مؤدب هي طالبة مؤدبة هي تستخدم للمفرد المؤنث نأتي إلى هما هما تستخدم للمثنة المذكر والمؤنث مثال على ذلك هما ولدان مؤدبان هما ولدان مؤدبان إذن هما غير موجودان أنا بحكة عن غائب ويمكن أن أستخدمهما أيضا للمثنة المؤنث بأن أقول هما طالبتان مؤدبتان هما طالبتان مؤدبتان نأتي إلى الضمير هن هن للجمع المؤنث بأن أقول هن طالبات رائعات هم للجمع المذكر مثال على ذلك أن أقول هم طلاب رائعون هم طلاب مشتهدون هكذا يا ثالث انتهينا من توضيح الضمائر الثلاثة المتكلم ضمائر الرفع المنفصلة هو وهي هم وهنا للغائب أنا نحن للمتكلم للمتكلم أنت 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 أنتم للمخاطب للمخاطب ضمائر الرفع المنفصلة دمو eye ضمائر Inner Come اشتركوا في القناة